أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمن العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن أن معرض البحرين الدولي للمعارض الذي سيتم افتتاحه الرسمي في 22 فبراير المقبل ستشارك فيه 150 مؤسسة محلية وخارجية مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نسبة المشاركة الخارجية لن تتجاوز 30% وذلك للحفاظ على الطابع المحلي للزراعة وقالت الشيخة مرام بنت عيسى في تصريحات صحفية إن شعار المعرض هذا العام هو الحدائق المصقرة في المساحات المتاحة للناس في تأكيد على أن زراعة متاحة للجميع وفي أي مساحة ممكنة هذا وشرت إلى أن المعرض سيحتوي على الكثير من المبادرات الجريدة لما يتمتع به المشاركون من ثقافة تراكمية في هذا الشأن سواء بنسبة للمؤسسات التعليمية أو الرسمية أو التجارية وأكدت الشيخة مرام بنت عيسى أن المبادرة الوطنية لزراع حققت الكثير من أهدافها إلا أن تطلع دائما يكون إلى إنجاز المزيد ترجمة نانسي قنقر